حرب على الاقتصاد والإنسان تلك هي الكلفة الكاملة التي يتكبدها اليمنيون فيما لا يزالون يجدون صعوبة في رؤية الضوء نهاية النفق الذي تشوقه هذه الحرب منذ أكثر من ثلاثة أعوام 700 مليون دولار سنوياً تفقدها خزينة الدولة لتيجة توقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال منذ ربيع العام 2015 فيما لم يعد هناك من مبرر لهذا التوقف بعد تحرير كامل المنطقة التي يمر فيها أنبوب الغاز الممتد من حقول الإنتاج بالقطاع 18 في محافظة مارب يأتي ذلك فيما تتولى قوات مدعومة من الإمارات تأمين منشأة بلحاف أهم منشأة صناعية في البلاد وثاني أهم منشأة لتسييل الغاز في الجزيرة العربية والتي تصل طاقتها الإنتاجية السنوية إلى 6 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال ويبدل مراقبون استغرابا حيال الغموض الذي يلف موقف تحالف الشركات العالمية بقيادة توتال الفرنسية الذي يدير مشروع الغاز حيال استمرار الظروف القهرية ذاتها التي دفعت بالتحالف إلى وقف الإنتاج تواجه الحكومة اليمنية صعوبة على ما يبدو في إقناع التحالف باستئناف تصدير الغاز الطبيعي المسال كما تواجه صعوبة أيضا في استئناف تصدير النفط الخام من ميناء ضب النفط بعد أن كانت قد استأنفت تصديره بصورة متقطعة منذ منتصف العام 2016 قبل أن يتوقف نهائيا منذ نحو ثلاثة أشهر في الأيام القليلة الماضية تدهور سعر الريال ليتجاوز عتبة الخمسمائة مقابل الدولار الأمريكي ما هدد بدخول البلاد المرحلة الأكثر خطورة من الانهيار الاقتصادي والفقر والعوز الوديعة السعودية الأخيرة البالغة ملياري دولار أوقفت هذا التدهور مؤقتا لكن لا شيء يمكن أن يعزز من احتياطية اليمن وفقا للخبراء الاقتصاديين من استئناف تصدير النفط والغاز الذين يغطيان أكثر من 70% من الموازنة السنوية للدولة اليمنية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر